السلام عليكم أخواتي إن شاء الله يجب عليكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال جبت لكم اليوم هذا الطاجين حلو كما راكم تشوفوه بسلسة السفرالي كامل الناس يحبوها والخطورية ما شاء الله بمقادير مضبوطة رح يجبكم بثاف مقادير جد مضبوطة هذا الطاجين حلو ودرتوا بلا لوحم كما راكم تشوفوه اللي بغا تعلو حوم دوقت القافي قاناتي أولا ونخلل لكم ثاني الرابط في صندوق الوصف شوفوا ديناتجا ما شاء الله مقادير مضبوطة رح يجبكم بثاف نبدأ وحبابتي في الوصفة لكن قبل ما نبدأ وما تنساوه طبعا نديره للجنب كما مرفين وهيا تشوفوا معي المقادير وطريقة التحذير نبدأ و بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندنا كيله اللي هنا انتعى الفواكه المجففة شوفوا وصلتها حتى الخط هذا كما راكم تشوفوا الكيله هذي خطر رح نكملوا بها باقي هنا سبيب محطته شمعام يعني ما مصبيته فوقهم رح يجي نفس التبقى نفس الكيله لقد رفعه يدخل في الفراغ وصبيت عليهم المال مغلي انا نشتي زبيب نشمخوا هكا واحده منعرف فعله يبني كي يتخلط معه يجيني صعب بش نصفيه مهم البنات هاني درت زبيب واحده ودرت لهم المال مغلي خليتهم كما نقولوا حوالي عشر دقائية قربع ساعة تتنحى منهم هذه المادة الحافظة ويشغل اللي يتراو شوية هنا سبيتهم وكملت ويسا ما تضع تزبيب بعدها فوقهم هكا كما راكم نشوفوه كما تفوروهم يا البنات لا تكثروا لهم شو التفوار يعني الفوكه الجافة تكثرهم تفوار شغول اللي يبدأ اللون تحمي يبدأوا شغول يتكرم له يبدأوا اغمق في اللون يولوكم غامقين هكا في اللون ونفوتوا الاشاربات نجبت نفس الكيله لكي يلتبيها الفوكه الجافة نكهلوها سكورة كم شفتوا قدرت احتل الخط هذاك من يحبسوا الفوكه الجافة يسمى البنات عندنا قلنا كيله سكر وكيله زائد كيله غربه انتع الماء هكا يسمى الماء ديروها باش تحفظوها انتوما كيله تقابلها زوج كيله لا لا مش زوج كيله الكيله الثانية كيله غربه هذي هي ونجيبوا المناسمات درت كما شفتوا معي عودوا نصف قرفة ودرت زوج حبة تنجمة الارض ودرت 11 من حبة انتع القرنفل بزايد يعني هكا تكفي واذا درتوا الكمية قليلة ديرو قل من هكا يعني هال المناسمات وجبت لهنا البرتقال الحق حبيت نجربوه بالبرتقال واذا ما عنديش القارس اليوم وقلت عليها ما نجربوش بالبرتقال وجاء ما شاء الله جاء هايل جاء بنين بزاف ويخيش توصل ستاعوك فهجات ما شاء الله هكا تحاولوا تحركوا هذك السكر بشمية تكرملش من تحت يعني كل مرة تحركوا حتى يذوب كامل وتخليوها تغلي شوية هكا حوالي 15 دقيقة هذك الشربات بعد ما فاروا بعد ما فاروا فواكه الجافة نروحو نحطوه في هذك الشربات يعني بعد ما غلات 15 دقيقة هاني قلت لكم وهذا وفي نفس الوقت يعني 15 دقيقة تكون فارد هذك الفواكه الجافة تكون على قاعدة تفور ما تكثروا لهمش بزاف قلت لكم يتبدللهم اللون ويتكرملوا هكا نحطوهم اللون ونبدأ ونستنو فيهم حتى يطعبوا ذوك نقول لكم الوقت تعرفوا باللي طاجين تعكم باللي العسيلة تعكم طابة وجهت هذك هو في الخطورية تحها وجهت مليحة في الخطورية تحها هنا هو مازال مغلاش واللي هنا بداية غلي كما راكم تشوفوا هنا بداية غلي هنا قولوا عنده كاك 5 دقائق ما زال ما طابش الهنا كيفاش تعرفوا بلي ما زال ما طابش الفقاعات ما زال ما همشي هذو كلي كبار شوية هنا من بعد الفقاعات يبدوا يكباروا يعني الفقاعات هذو اللي يطلعون العسل تشوفوا كفه ولا يبدوا الفقاعات يكباروا وتولي الفقاعة هذك تخرج في الرغوة الفوق تخرج كبيرة شوية هنا تعرفيها باللي بزيد يعني متخليوهم شي كباروا كثر من هكا يجيوا فقاعات كبار خلاص هذوك يتخثر العسل بزاف ويقول لكم كراما يعني لهذا الدرجة برك تحبسوا هنا زدت روح المزهر في الاخير تحبوا تديروا هيكا نصف انجال مزهر ولا حاجة انا كانت توفر عندي روح مزهر وما بغيتش نفز الخطورية على الطاجين تاعي يعني خليتوا بهذك الخطورية بعد اللي قلت لكم عليها شوفوا هنا ويبين لكم مايه وكل شي بس حم بعد يبرد راح يجي قد قد في العسلاتي ما شاء الله تجي خاثرة قد قد وذوك تشوفوها معايا شوفوا البنات اللي هناك فهجة طاجين تاعنا شوفوا جيفي كمية العسل ما شاء الله تقدمي بها ويش تحبي ها تحبوا تزيدوا شباح تحبوا انا لحق المرة هذي مكفينيش الوقت بش ندير شباح راني شريت يعني لوس بودرة وكل شو والله ما قاعد بش ندير شباح وراني شاركتها معاكم في العام اللي فات يعني شاركت معاكم شباح السفراء كيف هنديروها انا طريق التزين كما تحبوا انا درت هكا كما راكم تشوفوا يعني هاي طريق التزين اللي درتها انا سهلا مهلا هذا روى انا ناس معلب بارك ماهوشي يعني ممكن تبينكم انا طيبتوا معاه في التقديم في اللولو مسحة كم تشوفوا يعني هنا يا انا ناس معلب وتقدوا تديروا فواكه فري كما نقولوا فواكه كما نقول طازجة مثلا جي بي حبة تعكي وي مع اللون الاخضر هذا تزيد لك الجمالية هكا تعالى سحن تاعك تجيبي حبة كيوي ومام هكا كفراش تقطعيها وزيديها هكا في الحواشي يديرها على شكل مثلا هنا درنا وردات وهذا كتاع كيوي تديرهم ورقات هكا خوضر تجي ما شاء الله تحبوا ديولها لسوغيز يعني شوية حومر هكا الالوان يبهي وهكا الطاجين الحلو انا الحق متوفرين عندي لسوغيز متوفر عندي كل شيء وما عندي شكل الاخر بش نبدأ ندير ونحط ونزيد ما لادرته لكم طريقة بسيطة زينة وغربة باللوزة محمص وهذه هي اخواتتي نتمنى انها تكون عجبتكم هذا الوصفة واذا وصلتي لهذا الوقت من الفيديو ولهذا دقيقة من الفيديو نتمنى انك تضغطيلي على زر اللايك وتدعميني بتعليق جميل وهذه هي اخواتتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا